الهيئة تسير بدكتاتورية وبسوء تصرف مالي وإداري وكيف يسمعنا رعب يعني الناس مرعوبة الهيئة تسير وفق مبادئ الحكمة الرشيدة وهي المبادئ هذه تقتضي أنه ثم رقابة أولا من طرف مجلس الهيئة ما ثم حتى قرار يتخذ خارج إطار مجلس الهيئة ثم عنا هيئة للتدقيق الداخلي وإحنا الهيئة كانت سباقة في إيجاد إدارة تدقيق تعتني بإجراءات التدقيق وبالتدقيق في جميع أعمال الهيئة أيضاً عنا رقابة تدقيق قانوني من المراقب الحسابات وحساباتنا رقبها وسيد رئيس لجنة الحريات نعلمك وقت اللي اسألتنا من زال ما سحاش لكن توا المراقب الحسابات سيئ يعني صادق على القوائم المالية متاع الهيئة ومدينة سيد رئيس مجلس النواب الشعب بالقوائم المالية مصادق عليها من قبل مراقب الحسابات ثم عنا دائرة المحاسبات وتعرفوا لي الهيئة توجهت إلى دائرة المحاسبات وطلبت منها تراقبها اللي هي استثناء روما مالأخرين ما يعملوا هيا شكا لكن احنا نحبوا نتراقبوا كان احنا عنا خطاء مستعدين نصلحوه لكن الكلام على الفساد لا يستقيم لا يستقيم تعرفوا لي الهيئة ما تخذعش لأمر المنظم للسفقات العمومية بالنص القانوني رغم ذا وضعت دليل إجراءات شراءات حدد فيه سقف سقف إمتع إبرام السفقات بخمسين ألف دينار معناه أقل من خمسين ألف دينار أكثر من خمسين ألف دينار فما أبل دوف ريسير تعرفوا سقف منظومة السفقات العمومية في المنظومة معناه في الوظيفة العمومية ثلاثمائة ألف دينار قيدنا روحنا بروحنا ونحب أن نتقيد ونحب ماذا بينا أكثر رقابة مبروك جيو تقول لنا سفقاتكم دوغريا غري مني يجبتوها منشورة لكي يتشارجوا منشورة كيف نعيته معناه تصير الفرز وذلك وإجراءاتنا كلنا نطبقوها بحاذا فيرها وأول حاجة راو يرقبها مراقب حسابات هي هذه التي يفهموا في الحسابات لم يكن نفهم الحقيقة تعلمت قليلا أما الذي يفهم في مراقب في رقاب الحسابات أول حاجة راو يرقبوها هي السفقات مطابقة القانون ولا لا وما يعد لك حتى راو يرقب الحسابات شيء ما يعد لك خطر في رقبته لحكاية مسؤوليته جنائية إذا كانوا يعديل لك وقت الذي هو صادق على حساباتنا وجيوا الناس يقولون عندكم شبهات فساد منين جبتوه